يعني هو مو سهل أبداً الأمرأة تدخل يعني تدخل المجتمع أو تدخل فد بعمل معين بداخل المجتمع هو عمل جديد يعني مجرد أنه أنت تعلنين أنه أنت مدافع عن حقوق الإنسان أو أنت أمرأة تحشين بحقوق الإنسان يتم الاستهزاء بيش يعني بصراحة يعني للأسف وهذه يعني تحتاج تحتاج وقت إلى أن يتعودون على وجود ناشطات نسويات بنات شابات عدهم طموح بأن يبنون منظمة حقيقية أو منظمات شبابية دائماً اتهامنا بالنسوية بدأ يرافقنا أكفد خطورة من يتم تناول هذا الموضوع على أساس أنه هو وصمة سعر للأسف كثير من النساء وليهم ضمنهم أنا يمكن أن تعرضت لكثير من الاستهزاء ولكثير من التنكيل ولكثير من محاولات أنه ما أستمر بعملي لكن أنا مؤمنة هذه قضيتي الأذلية أنا ما أقدر أترك قضية المرأة لأي سبب من الأسباب مو فقط قضية المرأة قضية حقوق الإنسان بصورة عامة ولو كنت أنا مختصة بجانب المرأة ومختصة بالمساواة الجندرية ودراسة الجندر بالنسبة للنساء بالعراق وكيفية صنع مساواة أو عدالة مجتمعية يعني محاولة تغيير النظرة المجتمعية حول النساء أنا بديتها من بيتي بديتها من عائلتي كان هم سبب وصولي لمرحلة جيدة بهذا المجال واتطورت إلى مجتمع الأكبر اللي هو محيطي بداخل العمل وأيضا انتقلت إلى أصدقاء والصديقات بدينا نؤمن ببعض أنا مساعدت كثير من النساء بموضوع الإبتزاز الألكتروني هم بعيدين عن فكرة النشاط النسوي لكن هم لمسوا أو استشعروا بثمار أهمية المساندة النسوية لبعض من عالجنا قضاياهم البسيطة كنا نطلع بحملات إغاثية لمناطق بعيدة ونسمع قصص النساء من نحاول مرات أنه نساعد النساء بإيجاد فرص عمل عرف العشائري أنا ما واجهت العرف العشائري باعتبار أني عايشة ببغداد فالمنطقة والسكن ما به أغلبية عشائرية لكن أكيد زميلات يواجهوا هذا الشيء اضطروا إلى أنه ينتقلون يغيرون مكان يعني سكناهم أنه حاولوا بكل الطرق أن يبينون أن هم نيتهم متفكك مجتمع كما يباح كما يشاء أعتذر أو أنه إحنا جايين دخلاء وإحنا أكون منظمات غربية دعمتنا وسفارات هذا كلام ما موجود على أرض الواقع في المجتمع غير مؤمن بقدرات النساء والرجال غير مؤمنين بقدرات النساء أنه يكونون يعني هم صاحبات قرار سياسي أو يدخلون المعترك السياسي وغالباً هو حتى التمثيل النسوي على مدى كل هذه السنوات من بعد 2003 أو حتى اليوم هو تمثيل شكلي هو إرضاء مجرد إرضاء الواقع يعني أو الاعتراف أنه هم يعني مدارين أو مراعين الكوتة النسائية اللي هي على أن لا تقل نسبة مشاركة المرأة السياسية 25% يعني تكون ماكو مشكلة إذا كانت أكثر من 25% وهذا الشيء شاهدنا بالانتخابات الأخيرة لما فازوا يعني النساء فوق يعني أخذوا أصوات أكثر من استحقاقهم اللي هي الكوتة 25% هذا مؤشر جيد بالنسبة للمجتمع لكن يبقى التمثيل الحقيقي يعطاء المرأة دورها أشراك المرأة باللجان البرلمانية المهمة يعني المرأة من يكون أدها الصوت واللي هي فهم أن هي الصاعدة بالبرلمان حتى لو كانت هي ضمن حزب سياسي أو تيار سياسي لكن هي بالأخير هي أمرأة إذن هي موثلة لكل أمرأة عراقية خارج البرلمان تفهم دورها الحقيقي بالمدافعة عن حقوق النساء بإقرار بعض القوانين المهمة منها قانون العنف الأسري منها قانون الابتزاز الألكترونية هذه القوانين للأسف بالفترة الأخيرة أدت إلى حدوث الكثير من حالات الانتحار من حالات التفكك الأسري أكثر الكوارث هذه والظواهر السلبية بالمجتمع راح ضحيتها المرأة لذلك المرأة بوجودها بداخل المعترك السياسي مهم جدا لكن أن تكون ممثلة حقيقية عندما تكون المرأة ممثلة حقيقية للنساء داخل البرلمان راح تأكس لبقية الرجال أنه للمرأة دور المرأة قادرة على أن تثبت جدارتها بالاقتصاص اللي هي ترغبها طبعا بتوفر الظروف ورغم وجود بعض المعرقلات نحن من نحب نضغاض عن هذا الموضوع الكثير من الفجوات اللي هي مرسخة بالعقل المجتمعي أو العقل الجمعي اللي هي تقلل من قيمة النساء بإداء بعض المهمات لكن الأكيد الأمثلة كثيرة والواقع أكس يعني الواقع بيّن عكس ذلك وأثبت بالأدلة أنه النساء وينما هم موجودات إذا هم يكونون صاحبات قدرة وصاحبات طموح عالي وأهداف هم راح ينجحون بمكانات عملهم ويكونون خير من يمثل المرأة ترجمة نانسي قنقر